اخبار من الحدف الطرفان الليبيان يوقعان في جنيف على وقف اطلاق نار دائما في كل مناطق البلاد هيئة البث الاسرائيلية تكشف عن لقاءات لجبران باسيل مع مسؤولين اسرائيليين ومكتبه ينفي دمشق وموسكو تدفعان نحو مؤتمر للاجئين لتحقيق فرانجة اقتصادية وواشنطن تعارض قاتل المدرس الفرنسي كان على تواصل مع داعشي بيدليب قبل ارتكاب جريمته بحسب التحقيقات الفرنسية دراسة تظهر ان لقاح اكسفورد يحفز استجابة مناعية قوية ومنظمة الغذاء والدواء ترخص للمدسفير نشرة باخر الاخبار من الحدث اهلا بكم مشاهدينا وقع طرفاء الازمة الليبية اتفاقا دايما لوقف النار في جينيف واعلنت المبعوثة الاممية ان اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة اراضيها واملت ان يسمح اتفاق وقف اطلاق النار للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم مبعوثة الامم المتحدة لليبيا شددت على ان وقف النار سيسحبه راحيل المرتزق الاجانب خلال ثلاثة اشهر بحد اقصى اعتبارا من اليوم اتفق الطرفان على ان كافة الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة على الجبهات ستعود الى معسكراتها واتضمن ذلك مغادرة كافة المرتزقة والمقاتلين الاجانب من الاراضي الليبية ارضا وجوا وبحرا وذلك في غضون ثلاثة اشهر بدءا من اليوم وقف الاطلاق هذا لا يسري على الجماعات الارهابية التي سمتها الامم المتحدة وقد نجحتم في ابرام اتفاق لوقف ناجح ودائم لاطلاق النار ارجو ان يصهم هذا الاتفاق بانها مؤنات الشعب الليبي ويمقن المهجرين ونازهين خيرج وداخل الوطن من الاودة الى ديارهم والعيش بالسلام وامان تعهد رئيس وفد الجيش الليبي في جينيف احمد العمامي بان تكون القوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر سندان لتنفيذ مقاررات اتفاق جينيف مؤكدا سعادتهم بما تم انجازه استطعت انا وزملائي ورفاقنا في المؤسسة العسكرية من الفريق الاخر بالجيش الليبي استطعنا ان ننجز ما يسمو اليه كل الليبيين والليبيات حقنا لدماء الليبيين وبث الروح السلام والامن فيما بينهم سعداء بما انجزنا واقول واشكر البعثة الاممية على هذه المجهودات التي تبذلها وباذن الله سنكون سندا لتنفيذ هذه المقررات وطلب اللواء احمد ابو شحمة رئيس وفد حكومة الوفاق طلب المؤسسة العسكرية بضرورة العمل على اعادة بناء المؤسسة كما طلب السياسيين في ليبيا بالعمل برؤية واحدة للوصول الى الاستقرار السياسي والعسكري لبناء الوطن نطلب من جميع اخوتي في الجيش الليبي والمؤسسة العسكرية ان يبدلوا قصارى جهدهم كي يكونوا على قد المسئولية للوصول الى اعادة بناء المؤسسة العسكرية وتكون هذه المؤسسة هي اليد التي تضرب بقوة على كل من يريد زعزعة الامن والاستقرار في ليبيا كذلك نوجه كلمة الى السياسيين في ليبيا بان يكونوا يد واحدة ولا تجذبهم الاحزاب والتيارات الاخرى حتى يتم الاستقرار ويكون الاستقرار السياسي والعسكري داخل ليبيا اكد خلد المحجوب مدير ادارة توجيه المعنوي في الجيش الوطني ليبي النوقف اطلاق النار بدأ منذ فترة كبادرة حسنينية كاشفا انه سيتم تسليم كافة الاسلحة للقوات المسلحة وتحت اشراف القوات الاجنبية التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق هذه المجموعات يجب ان يتم مجموعة منها يمكن دمجها ونحن لدينا شروط لضم المجموعات والتعامل معها وفقا لضوابط لا يمكن ان يتم دمج عسكريين لو سوابق لا يمكن دمج عسكريين اجرابيين ولا يمكن دمج عقائديين يؤمنون بمفاهيم التي تتماشى مع استقرار وتأمين البلد وعلى فكرة هو في النهاية سيتم استلام كل الاسلحة للقوات المسلحة لكن الطريقة هذه مسائل ستعمل عليها الفرق الاجنبية التي ستشكل والتي ستحول هذا الكلام او هذه العنوين الى تفاصيل لتنفيذها ورأى خالد المحجوب مدير ادارة توجيه المعنوي في الجيش الوطني لبي رأى انه لا حجة لتركيا للإبقاء على مرتزقتها في ليبيا والاتفاق يلزمها بنقلهم لم يعد هناك حجة امام تركيا او غيرها لاستمرارهم واستمرار بقائهم عليها كما احضرتهم ان يغادروا وتركيا تتحجج بانها تم احضارهم بناء على طلب من الوفاق والوفاق التي تكفلت باحضارهم بمصاريفهم وما الا ذلك وبالتالي توقي هذا الاتفاق يلزم الوفاق باجلاءهم ومغادرتهم هذا وقد شكك الرئيس تركيا جبطيب اردوغان الجمعة في مصداقية وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا وقال انه ليس متأكدا من صدق نوايا سحب المرتزقة من هناك فنقلت قناة تي ار تي تركيا عن اردوغان قوله ان اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا اقل من مستوى الاتفاقات السابقة وانه يأمل ان يكون هناك اتفاق فعلي لوقف اطلاق النار في ليبيا تحليل المشاهدين ينضم الينا من القاهرة السيد عبدالسطار احتيتا الباحث في الشان الليبي مرحبا بك معنا مجددا سيد احتيتا على شاشة الحدث الان الامم المتحدة تدعو لترحيل المرتزقة من ليبيا في مدة اقصاها ثلاثة اشهر واردوغان يقول انه لا يمكن التحقق من الجدية في انفاذ ذلك هل يقلق فقط اردوغان من قرب انتهاء دوره في ليبيا وحتى ما مصير الاتفاقات العسكرية التي كانت وقعت بينه وبين سراج وكل طرف يبدو انه يفسر الاتفاق على مزاجه الخاص وعلى تطلعاته وعلى اماله وعلى ما بذله من جهود في الحقيقة خلال الشهور الماضية من المباحثات ما بين اطراف خمسة زاد خمسة الاتفاق الذي وقع اليوم فضفاض وفيه عدبيات وبنود تحمل اكثر من وجه انا اعتقد اننا لو تخيلنا القادة الامريكيين فانهم سيقولون يا الهي لقد تمكننا اخيرا من محاصرة الوجود الروسي في ليبيا ولقد حصلنا على تعاهد من الجيش الوطني الليبي باخراج ما يسمونهم بقوات فاغنر او المرتزق الروس عفوا اما حكومة الوفاق فستصير في نفس الاتجاه تركيا لديها قواعد عسكرية ولديها اتفاقيات مع حكومة تقول انه معترف بها دوليا نعم ولكن الان اعلان الامم المتحدة اذا سمحت لي سيد احتيتا يتحدث عن وقف كل عمليات التدريب العسكرية ما يعني رفع الغطاء عن الاتفاقات التي كانت ابرمت ما بين انقرة وترابلس نعم توجد قواعد عسكرية يعني نحن لا نتحدث عن مجرد مرتزقة توجد قواعد عسكرية يوجد تدخل تركي ويوجد ما يمكن ان نسمي احتلال تركي لشمال غرب ليبيا هذا امر لم يتحدث عنه احد ولم توضع عليات للتعامل معه الهدف الرئيسي في رأيي هو عملية تهدئة وعملية ومحاولة اخراج الروس من ليبيا قبل اي شيء اخر باقي البنود كلها بنود في رأيي فاتفاضة الى حد كبير يعني الجيش الوطني الليبي يعتقد انه حقق مكسب حين لم يذكر بشكل صريح في اتفاق اليوم اخلاء منطقة سرت وجفرة من القوات العسكرية طبعا هذا امر يهم الجيش الوطني الليبي ويهم بعض دول الجوار وعلى رأسها طبعا الدولة المصرية التي اعلنت عن ان خط سرت جفرة خط احمر طبعا الضغوط والتدخلات والمباحثات والمناقشات ادت الى انه لا يذكر في الاتفاق انسحاب الجيش من سرت جفرة لكنه ذكر بدلا من ذلك بندا فاتفاضا يقول في انسحاب الجيش والقوات والمجموعات المسلحة من خطوط التماس ما المقصود بخطوط التماس هل المقصود بها سرت جفرة هل المقصود بها طراب الاسترهونة هل المقصود بها منطقة الوطية ما هي من هي خطوط التماس كل هذه ستكون محل مناقشات نعم ولكن هذا لا يمنع في الفترة المقبلة سيد احتيت ان المسار الامني هو من اهم المسارات التي تعمل عليها البعثة الاممية والان هناك انفراجة في هذا المسار النقطة المتعلقة بدمج الميليشيات المسلحة في مؤسسة عسكرية ليبية موحدة لماذا لم يتم توضيح الضوابط؟ او هل تم الاتفاق على ضوابط لعمليات الدمج؟ لا لا لم تتم ضوابط لكن هناك رؤية لدى الجيش الوطني الليبي ما زالت مختلفة اختلافا جذريا مع الرؤية التي يتبنى المجلس الرئاسي ومن ورائيه تركيا رؤية الجيش الوطني الليبي وهي رؤية عسكرية نظامية صرفة تقول ان من يريد ان يعود الى من يدخل في الجيش الوطني الليبي لابد ان يخضع للكشف الامني والكشف الطبي وهذه امور وشروط في اي مؤسسة عسكرية في العالم الكشف الامني سيؤدي الى خروج كثير من الميليشيات يعني يقطع عليهم فرصة الدخول الى الجيش البند الآخر لدى الجيش الوطني الليبي ان من يريد ان ينضم الى المؤسسة ينضم فرادي يعني ينضم بشكل فردي وليس من خلال مجموعة ميليشيوية او مجموعة مصلحة او قتلة الوضع المختلف في شمال غرب ليبيا والذي يتبنى المجلس الرئاسي ومن ورائيه تركيا ان يتم الدمج الميليشيات كمضموعات وككتل موحدة داخل المؤسسة النظامية سواء كانت الشرطة او الجيش وهو امر خطير وغير معهود في الدول التي لديها جيوش نظامية احترافية ولا يستثنى من ذلك الا تركيا وايران وبعض الدول التي يمكن ان يطلق عليها دول مارقة على كل حال الخطوات التي تم اتخاذها في لقاء جنيف خمسة زات خمسة خطوة طيبة فيها الطريق الصحيح لكن امامها الكثير الكثير من العرقين وستحتاج الى جهود مضنية لتطبيقها على عرض الواقع والسيطرة على الميليشيات والمجموعات الارهابية وعلى حتى المجموعات المرتبطة بدول اخرى سواء كانت مرتبطة بروسيا كما يزعم البعض في شمال غرب ليبيا او مرتبطة بتركيا كما يقول الجيش الوطني الليبي وبعض دول الجوار المتخوفة من استمرار الفوضى في ليبيا وهل اعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية وقرب اعادة الانتاج حتى في راس لانوف والسدرة ربما يوقف الفوضى المتعلقة بالنفط اليبي وما هي الاليات لذلك حتى التي لم توضح هي اشكالية حرس المنشآت النفطية اعتقد ان من خلقها تركيا وبعض القيادات الاخوانية وتم تصدير خطاب للغرب للأوروبا والمتحدة الامريكية بان من يقوم بحماية المنشآت النفطية وموانئة تصديرهم قوات من الفاغنر ومن روسيا يعني تم تدخيم الدور الروسي الى درجة في رأي اخافت الاوروبيين واخافت الولايات المتحدة الامريكية وانا اقول ان هذا على ارض الواقع غير صحيح القوات الفاغنر والقوات الروسية وكل الوجود الروسي ربما لا يزيد عن الفي عنصر معظمهم موجود وفقا الاتفاقيات يرجع تاريخها الى ما قبل عام 2011 هناك مستشارين وهناك قوات روسية جاءت بالفعل خلال الفترة القليلة الماضية الى ليبيا لهدف واحد وهو انها كانت على علم بتفاصيل الكثير من المعدات العسكرية والمنظومات الروسية الموجودة منذ عهد معمر القذافي وهي لديها القدرة على تشغيلها وعلى التدريب عليها وعلى ادخال العسكرين الليبيين للتعامل معها طبعا هذا امر اغضب الغرب واخضب الامريكيين واخضب الاطراك وبدأت كثير من الاطراف تتحدث عن ان الروس موجودين في الحقول النفطية وهم سيسيطرون عليها واشاء من هذا القبيل ولهذا تم التركيز على ابعاد ما يصمى بدخول مجموعات تدريب اجنبية في البلاد سواء كانت روسية ووفقا للاتفاق وتنطبق ايضا على تركيا نعم من القاهرة السيد عبدالسلطار احتيتة الباحث في الشان الليبي شكرا جزيلا لك سيد احتيتة على هذه الاضحات شكرا تتابعنا في نشاطنا ايضا بعد قليل مشاهدنا السفرة الامريكية وقنصلياتها في تركيا تعلق التأشيرات اثر تقارير عن عمليات ارهابية محتملة وخطفا لمواطنين امريكي ترجمة نانسي قنقر قوات الجيش الوطني اليمني في تنفيذ كمين لعناصر ميليشيات الحوثية الى الابطال في الجبهات النصر قريب وانتم على موعد مع النصر يجب عليكم الاستمرار انقسم بالله رب العالمين لا بد ما صنعات عود العاصمة الجيش اليمني يحبط هجوما لميليشيات الحوثي ويأسر بعض عناصر هذه الميليشيات ماذا في تفاصيل هذا الخبر كورونا تبتك باليمنيين في داخل صنعاء الميليشيات موجودة على طرف صنعاء لتقصف المدنيين في المناطق المحررة كاميرا الحدث وثقت العملية العسكرية التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات مهمتنا قول الحقائق كما هي عالم مليء بالأحداث عالم لا يتوقع عملنا اطلح جزءا من حياتنا بعيدا عن المشاعر لنعكس الواقع كما هو كل منا على حدث كان جزءا من القصة القصة التي تتجدد كل يوم الحدث كل مجد جديد الأخبار من الحدث أطرفان الليبيان يوقعان في جينيف على وقف إطلاق نار دائم في كل مناطق البلاد هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن لقاءات لجبرون باسيل صهر الرئيس اللبناني مع مسؤولين إسرائيليين ومكتبه ينفي دمشق ومسكو تدفعان نحو مؤتمر للاجئين لتحقيق فرنجة اقتصادية وواشنطن تعارض قاتل المدرس الفرنسي كان على تواصل مع داعشي بيدليب قبل ارتكاب جريمته بحسب التحقيقات الفرنسية ودراسة تظهر أن لقاح أكسفورد يحفز استجابة مناعية قوية ومنظمة الغذاء ودواء ترخص لرمدسفر ألم بكم من جديد كشفت هيئة البث الإسرائيلية بالأمس عن مصدر أمني أن وزير خارجية لبنان السابق وصهر الرئيس جبران باسيل عقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وأشرت الهيئة إلى أن باسيل قام بدور سري كبير في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود ولفتت الهيئة أيضا نقلا عن مصدر أمني إلى أن باسيل عقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين في دول مختلفة لبحث ملف ترسيم وضيفة بأن باسيل تعهد بالحصول على موافقة حزب الله هذا ونفى المكتب الإعلامي لوزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية عن اجتماعات عقدها مع مسؤولين إسرائيليين تناولت مسألة ترسيم الحدود مؤكدا أن هذه الأخبار هدفها التشويش على المفاوضات يبدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحرير اليوم مشاورات تأليف حكومة جديدة يعلق اللبنانيون والمجتمع الدولي آمالا عليها وكلف الرئيس اللبناني مشيل عون الحريري أمس بتشكيل الحكومة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها وفق ما أعلنت الرئاسة وفي مقابلة سابقة مع الحدث قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام قال إن مهمة رئيس الحكومة سعد الحريري لن تكون سهلة في عملية تشكيل الحكومة موضحا أن لبنان سيصبح دولة فاشلة في حال تأخرت عملية وتشكيل من الواضح أنه في وسط ما نحن في معاناة في لبنان لن تكون سهلة عملية التأليف خصوصا إذا ما أدركنا بأن ما أوصلنا إلى هذه الحالة هو طبعا كما قلت المنكفات والصراعات بين القوى الشياسية كأننا في وقت يعني عادي وكأن الأمور بشكل عام مرتاحة وتسمح لذلك بينما الجميع يعلم أننا في مأزق كبير وأن البلد يتاجه إلى مزيد من الانهيار ونعم سنتحول وعاجلا إلى دولة فاشلة وينعكس ذلك على كل البلد وربما نعم يقع الانهيار الكبير والتفكّل الكبير لهذا الوطن العزيل وحول عودة الحريري لرئاسة الحكومة وانتظار الإعلان عن تشكيلته ينضم إلينا زميل توني مزرعاني مرحبا بك معنا توني في هذه النشرة المزيد من التفاصيل معك تفضل مساء الخير تتسبيح مساء النور إذن بعد عام من الاحتجاجات الشعبية في لبنان وتحديدا في السابع عشر من أكتوبر التي أدت برئيس الحكومة سعد الحريري تقديم استقالته اليوم يعود لرئاسة الحكومة مجددا بعد تكليفه من الرئيس ميشيل عون بتشكيلها والسؤال الأهم هل يستطيع الحريري من خلال مشاوراته تشكيل الحكومة؟ سياسيون لبنانيون توقعوا أن مهمة الحريري لن تكون سهلة خصوصا بعد أعلانه أنه يعتزم تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج القوى السياسية تضع خلال ستة أشهر الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي على سكة التنفيذ المصادر ذاتها توقعت أن لا تكون هناك حكومة قريبة بسبب توتر علاقة الحريري مع الرئيس عون وإزالة كم العراقيل المتبقية بينهما والتي لم ينجز منها إلا القليل وأيضا ما إذا كان عون سيسمح بتجاوز نفوذ الطيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة كما حصل خلال عملية التكليف ووفق مصادر سيكون تشكيل الحكومة بمثابة منازلة كبرى على الحصة المسيحية وتوزيع المقاعد والحقائب لأن من وجهة نظر حزب الله لا بد للحريري أن يقدم تنازلات معينة تسهل مهمته وتسرع تشكيل الحكومة وبحسب معلومات في أن الحكومة ستكون عبارة عن مجموعة من الوزراء الاختصاصيين وغير الحزبيين على مستوى الشكل لكن ضمنا ستضم وزراء محسوبين على هذا الطرف أو ذاك إذن هل سيكون هناك تبين بين تفسير الحريري من جهة والقوى الرئيسية التي سمته من جهة أخرى بالنسبة إلى تعبير أو حكومة الاختصاصيين غير الحزبيين لأن هذا التعبير مطاط وكل الأحزاب والقوى السياسية قادرة على تسمية أشخاص تنطبق عليهم هذه الصفات لكن هؤلاء لن يتمتعوا عندها باستقلال القرار وفي حال نجح الحريري بتأليف الحكومة سيكون تحت مجهر المجتمع الدولي الذي لن يكون مستعدا لتقديم أي مساعدة للبنان بدون تغيير حقيقي وإصلاحات هذا كل شيء تسابيح عودة لك شكرا لك توني على كل هذه التفاصيل شكرا لك وجهت وزارة الخارجية بنظام سوري دعوة لحضور مؤتمر عودة لاجئين المقرر عقده في دمشق يومي 11 والثاني من نوفمبر المقبل وكشفت مصادر عن أن عددا من الدول الأوروبية ستشارك في المؤتمر عبر الفيديو وهي إيطاليا وبلغاريا وبولندا وأسبانيا والنمسا في الوقت الذي يواجه فيه المؤتمر تحفظات أمريكية ترتيبات أمريكية لأوراق الملف السوري قبيل الانتخابات الرئاسية تتزامن مع تحركات دولية أممية وروسية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمل حاليا على خلق توافق بين الرؤية الأمريكية ورؤية المجموعة المصغرة بشأن سوريا بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالمؤتمر الروسي للاجئين المقرر في دمشق الشهر المقبل التحفظات الأمريكية والغربية على المؤتمر عديدة منها ما يتعلق بالنظام السوري أو باللاجئين فالقوى الغربية تربط المساهمة بإعادة الإعمار بتنفيذ عملية سياسية حقيقية وهو ما يحاول المؤتمر أن يتجاوزه دمشق وموسكو تراهنان بحسب المراقبين على أن مؤتمر اللاجئين سيضع الدول الغربية بين خياري المقاطعة الذي يمكن أن يعرضها لانتقادات أممية أو القبول بعودة شريحة من اللاجئين يستخدمهم النظام بعد ذلك كورقة ضغط على الدول المانحة في وقت تقدر فيه خسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب بنحو نصف تريليون دولار في حين تتخوف واشنطن والمجموعة المصغرة من محاولات التغيير الديمغرافي القصري وتصر على أن تتم عودة اللاجئين فقط كنتيجة لقرارهم الحر والمعلن عنه بشكل فردي ومعرفة كاملة بوضع المنطقة التي يعودون إليها كما يطالب المسؤولون الأمميون بإلغاء القانون رقم عشر الذي يخص ممتلكات المهجرين وتوفير ضمانات عدم الملاحقة والبيئة الآمنة وهي المعايير التي لا يرون في الأفق بوادر لتحقيقها منا مصطفى الحدث أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا عن تعليق خدمتها وخدمات القنصليات التابعة لها وهزر تحذيراً أمنياً جاء فيه أن السفارة تلقت معلومات موثوقة حول هجمات إرهابية محتملة واختطافات تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب في مدينة إسطنبول وتستهدف القنصلية الأمريكية أهداف أخرى في أماكن متفرقة من تركيا ونصحت أسفار المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر الشديد في الأماكن التي قد تشهد تجمعاً لأمريكيين وأجانب بما فيها المباني الإدارية الكبيرة أو مراكز تسوق السفارة أعلن تعليق خدماتها مؤقتاً للمواطنين الأمريكيين وخدمات تأشيرات في المكاتب التابعة لها بما فيها مؤقر السفارة في أنقرة وقنصلياتها العامة في مدن إسطنبول وأدنى وإزمير السفارة أبلغت الأشخاص الذين لديهم مواعيد سابقة بأنها ستتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني بشأن التعليمات المتعلقة بإعادة جدولة مواعيدهم ونصحت السفارة الرعاية الأمريكيين بتوخي الحذر واليقظة وتجنب الازدحام وعدم الكشف عن أنفسهم والانتباه لما يدور حولهم وتوخي الحذر في الأماكن التي يتردد عليها الأجانب بشكل دائم ثم مراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة المستجدات مع استمرار عملية مخلب النمر التي أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية في السادس عشر من يونيو الماضي شمالي العراق تتعرض للقرى الواقعة شمالي إقليم كردستان للقصف التركي ما يتسبب بأزمات إنسانية في هذه المنطقة ونزوح لسكان ويشهى هل القرى هناك سيطرة الجيش التركي بشكل كامل على هذه القرى المزيد حول ذلك مع زميلة رولا الخطيب مساء الخير رولا وإليك مساء الخير تسبيح إليك للمشاهدين كما ذكرت عملية مخلب النمر التي أطلقتها تركيا في يونيو الماضي بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني تسببت بتضرر 150 قرية تابعة لمحافظة دهوك بشكل مباشر أو غير مباشر وبنزوح سكان تلك القرى وقتل مدنيين وحرائق في بساتين ومراعي الفلاحين إلى جانب مقتل ضابطين في قوات حرس الحدود العراقية الغارات الجوية وهجمات الجيش التركي تطال جميع القرى على الخط الحدودي الذي يبدأ بقضاء زاخو في محافظة دهوك وينتهي عند المثالة الحدودي العراقي الإيراني التركي على تخوم محافظة السليمانية تركيا خلال هذه العملية نفذت الكثير من عمليات الإنزال الجوي في قرى ناحيتين باطوفة ودركار التابعتين لقضاء زاخو وناجحت بالسيطرة على مواقع جبلية استراتيجية واتخاذها وزيادت أيضا مراكز المراقبة والرصد والهجوم وقد وصلت إلى عشرين قاعدة ونقطة أمنية وبات الجيش التركي يسيطر فعليا على عشرات القرى ويقوم بين فترة وأخرى بقطع الطرق والتحقيق مع سكان هذه القرى والمزارعين بشأن تحركات مقاتلي العمال الكردستاني ويرى سكان المنطقة أنهم تحت سيطرة المخابرات التركية كليا واتهموها بالقيام بعمليات نوعية من اغتيال واعتقال من دون أي رقيب وهم يجدون أنفسهم بلا حماية مع عدم تحرك حكومتهم التي لم يصدر عنها حتى الآن أي بيان يحدد عدد القواعد التركية في شمال العراق وحجم تمدد الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان تسبيح نعود إليك سننقل كل هذه النقاط رولا تحليلا إلى ضيفنا ولكن شكرا لك قبلا زميلة رولا الخطيب مشاهدين حول ذلك ينضم إلينا تحليلا من أربيل المحلل السياسي السيد محمد زينك أنا مرحبا بك معنا سيد محمد إلى هذه النشرة وعلى شاشة الحدث برأيك لماذا تتجاهل تركيا الخسائر ما بين المدنيين والتي حتى اللحظة هي تفوق الميزة العسكرية لهجوم مخلاب النمر نعم مساء الخير طبعا تركيا تعيش اليوم في أكثر من مأزق وأكثر من أزمة هناك أزمات داخلية سياسية واقتصادية الحزب الحاكم مهدد حاليا بالإقصاء في أي لحظة هناك كثير من الأطراف التي انشقت من حزب العدالة والتنمية تريد أن تنافس أردوغان في العملية الانتخابية القادمة في أي انتخابات كانت هذا أولا مآزق دولية وأزمات دولية من الجانب الأوروبي تركيا مهددة بالمقاطعة بسبب دعمها لهذا الطرف أو ذاك الطرف ضد المصالح الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تهدد تركيا بقطع العلاقات الدبلوماسية كل هذه المسائل أدت بتركيا إلى زيادة هذه الهجمات التي لا تؤذي إلا المدنيين ولا تتسبب بالأضرار إلا لسكان القرى حيث لم نسمع أي أضرار تذكر لحزب العمال الكردستاني في هذه المناطق الذين هم السبب الأساسي والرئيسي للهجمات التركية لذلك أعتقد أن كل هذه الأزمات هي سبب عدم وفاء تركيا بوعودها لحكومة أقليم كردستان بإيقاف الهجمات وسبب ازدياد الهجمات ولا ننسى أن هناك حتى اللحظة أكثر من 200 أسير للجيش التركي بيت حزب العمال الكردستاني نعم سيد محمد منذ عهد صدام أحسين وتحديدا في ثمانينيات القرن الماضي هناك اتفاقات ما بين بغداد وأنقرة تسمح للأخيرة بملاحقتهم بمسافة 20 كم فقط الأمر الآن يتم تجاوزه هل تستغل تركيا ذلك برأيك لقدم بعض من الأراضي العراقية؟ نعم للأسف في أي مناطق تتواجد بها قطعات لحزب العمال الكردستاني هذه المناطق تكون عرضة للاحتلال التركي وهذه أيضا هذه المسائل لاحظناها حتى في روج آفا في غرب كردستان في سريكانية وغيريسبي وهذه المناطق التي تقبع حاليا تحت السيطرة التركية الاتفاق العراقي التركي تم تعديله في تقريبا منتصف تسعينيات القرن الماضي حيث سمح للقوات التركية بالتوغل لأكثر من 35 كم ولكن ليس من الحدود التركية في أي منطقة توجد فيها قاعدة عسكرية تركية 35 كم من بعد هذه القاعدة تعتبر بنظر الجانب التركي هذه نقطة تركية وأرض تركية ومن واجب الدولة التركية أن تدافع عن نفسها ولو لاحظنا أن كل هذه القواعد التركية مرتكزة في مناطق قريبة جدا من تواجد قطعات حزب العمال الكردستاني حزب العمال الكردستاني كان يسيطر وما زال على أكثر من 100 قرية في قضاء زاخو وكل هذه المناطق مهددة بالقصف في أي لحظة من تركيا وأين تحرك العراقي؟ أين حكومة العراق من ذلك؟ حكومة العراق حتى هذه اللحظة إن كانت لديها تصريحات فهي تصريحات خجولة حتى هذه اللحظة قطعات من حزب العمال الكردستاني تتقاضى رواتبها من وزارة الدفاع العراقية الميليشيات المدعومة إيرانيا والتي تخاف الحكومة العراقية أن تتواجه معها هي التي تدعم حزب العمال الكردستاني هناك مناطق ضمن حدود السليمانية تسيطر عليها قطعات حزب العمال الكردستاني وتفرض الأتاوات على سكان هذه المنطقة الحكومة العراقية للأسف حتى هذه اللحظة لا تتحرك ولا أعتقد بأنها ستتحرك لأنها أيضا بين فكي كماشا فك حزب العمال الكردستاني المدعوم إيرانيا وبين تركيا التي تهدد الحكومة العراقية بين الفينة والأخرى بأنها ستقاطعها اقتصاديا وسياسيا والعراق أصلا مهدد بالمقاطعة الدبلوماسية من قبل أكثر من حكومة من الولايات المتحدة وصولا إلى تركيا لذلك لا أعتقد بأن الحكومة العراقية سيصدر حتى حكومة الإقليم سيد محمد لا توجد تصريحات ولا تحركات نعم كنت سأجيب على هذه النقطة حكومة إقليم كردستان موقفها واضح هذه المسألة هي السيادية بالدرجة الأساس هي تابعة للحكومة العراقية الحدود العراقية التخوم العراقية هي من السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وهذه المسألة يجب أن تحل من قبل بغداد ثانيا موقف حكومة إقليم كردستان واضح حكومة إقليم كردستان تؤكد بأنها ملتزمة بالعلاقات الإيجابية مع تركيا ملتزمة بالروح الوطنية والقومية الكردية بعدم الإنجرار الاقتتال كردي كردي لا تسمح بأن تكون كردستان قاعدة للهجوم على دول الجوار ولا يمكن أن تقبل بأن تكون الأراضي العراقية وأراضي إقليم كردستان عرضة لهذا القصف وتضرر المدنيين لا تستطيع حكومة إقليم كردستان أن تقول أكثر من ذلك ولكن هناك محاولات دبلوماسية الرئيس نيشيرفان بارزاني سافر إلى تركيا وكان سببا في إيقاف العمليات السابقة وعدت بأن التحركات الدبلوماسية سوف نشهدها في الأيام القليلة القادمة من أربيل المحلل السياسي سيد محمد زنغنة شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من إضاحة تتابعنا في نشاطنا أيضا بعد قليل مجلس السيادة الانتقالي السوداني قولينا ترامب وقع رسميا على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب والأعلان بعد قريب لن نسمح لأحد بن يهدد بهدم الدولة هل يعني بنا الكاظمي الآن في مواجهة مع مؤسسة تابعة للجهة الرسمية؟ على إراق الحالي لا يحتمل إلا أن يكون في حالة الحياة الهيجابي حضرتك مو رئيس وزراء منتخب من قبل الجماهير مع مطلب الجماهير أن حكومة كية حكومة مؤقتة لا تختلق مواضيع وإذا صارت مواضيع لا تدخل بيها كيف يسمح لمجموعات حقيقة تحمل السلاح وتدخل إلى مؤسسات الدولة؟ هذا هو الواقع الآن الميليشيات تحدد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة هناك سريقة أموال الشعب القتل الضائفية التبعية لدولة إجنبية وكانت العملية الأمنية في بغداد أصفرت عن ضبط منصة من 23 صاروخة كتيوشة كانت مهيئة لإطلاقها على المنطقة الخضراء نحن على طريق بناء بلدنا وأمامنا مستقبل يجب أن نبني لأطفالنا أحداث كل يوم في كل الأماكن تؤثر وتتأثر كل يراها من زاويته ووجهة نظره لم تر منطقتنا هدوءا منذ سنوات أجواء أصبح يسودها التوتر تسكنها الفنطة وتحكوها العشوائية سنوات تركت آثارا ستبقى طويلا في الزاكرة نحن في قلب الحدث وجزء منه نعيش الخبر وننقله كما هو الأخبار من الحدث الطرفان الليبيان يوقعان في جنيف على وقف إطلاق نار دائما في كل مناطق البلاد هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن لقاءات الجبران باسيل صهر الرئيس اللبناني مع مسؤولين إسرائيليين ومكتبه ينفي دمشق وموسكو تدفعان نحو مؤتمر للاجئين لتحقيق فرانجة اقتصادية وواشنطن تعارضه قاتل المدرس الفرنسي كان على تواصل مع داعشي بإدلب قبل ارتكاب جريمته بحسب التحقيقات الفرنسية دراسة تظهر أن لقاحة أوكسفورد يحفز استجابة مناعية قوية ومنظمة الغذاء والدواء ترخص لرمدسفير إلى السودان حيث قال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على صفحته في التويتر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب وسوف يتم الإعلان عن ذلك بعد قليل واعتبر المجلس الانتقالي الخطوة يوما تاريخيا للسوداني ولثورته من الخرطوم ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الجريدة سيد أشرف عبد العزيز مرحبا بك معنا سيد عبد العزيز في هذه النشرة وعلى شاشة الحدث الآن ترقب للإعلان عن رفع اسم السودان رسميا من قوائم الإرهاب الأمريكية كيف ينظر إلى هذه الخطوة التي أرهقت السودانيين قبل وقوعها لسنوات من الضائقات الاقتصادية وسنوات أيضا من المعاناة هناك في السودان تباعا لهذه اللائحة خطوة مهمة وأساسية وتؤكد أن السودان الآن لم يعد معزولا خارجيا وأن المواطن السوداني يستطيع التنقل في كل البلدان دون أن ينظر إليه بريبة وشك وكما قال الرئيس عبدالله حمدوك الشعب السوداني يوما لم يكن إرهابيا ولكن كانت هذه هي سياسات النظام البيت الذي جعلت السودان أن يكون في هذا التصنيف هذا هو يوم مهم ويوم تاريخي بالتأكيد فمنذ الأمس كانت قد رشحت أنباء بأن ترامب اليوم سيصدر أمرا طنفيزيا بإزالة اسم السودان من غائبة الدول الرائع وسيعقب ذلك مكالمة هاتفية مشتركة بين الرئيس الأمريكي دولند ترامب ورئيس المجلس الوزراء الإسرائيلي نيتانياهو مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وكذلك رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك إذن هناك تحولات جديدة على كافة الأصعدة في هذا الملف وكلها تقول أن الخطأ تصير على ما يرام وهنا السؤال الآن بالنسبة للمواطن السوداني ما يهمه الآن انعكاس ما يحدث من اتفاقات اتفاق السلامي الأخير إزالة اسم السودان من لائحات الإرهاب الأمريكية كيف يمكن أن ينعكس ذلك على وضعه المعيشي وعلى الوضع الاقتصادي المتأزم حقيقة بالتأكيد لن يكون التأثير مباشرا لن تتغير الأوضاع بين يوم وليلة ولكن هذه نقطة مهمة وفاصلة بشأن بناء اقتصاد وطني سوداني يستطيع أن ينهط ويخرج من هذه الكبوة الحالية ولكن ليس هذا اليوم لأن مسألة رفع الأقوبات ستؤثر على مسألة التحويلات المصرفية البنكية وستؤثر على حركة الاستثمارات في السودان وبالتالي هذا يمكن البلاد من إيجاد مورد جديد لإحتياط نغدي يمكنه من بناء اقتصاد مختلف مما هو عليه الآن الاقتصاد الحالي هو اقتصاد يقوم على محاولات الترقيع باعتبار أن السودان الآن يعيش في أزمات حقيقية ابقى معنا سيد عبد العزيز سأعود إليك في جزئية أخرى من هذه المداخلة ولكن قبلا مشاهدين كانت مصادر بالحكومة السودانية قد قالت أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مستعد للمضي في إقامة علاقات مع إسرائيل بمجرد موافقة البرلمان الانتقالي الذي لم يشكل بعد وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة لن تتم في وقت قريب إذ لا يزال يتعين تشكيل البرلمان بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذين يديرون السودان معا وإشارت المصادر إلى أن حذر الخرطوم يعكس مخاوفا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إفساد توازن الدقيق بين الجيش والمدنيين وتعريض الحكومة للخطر سيد عبدالعزيز كيف يمكن ربط اتفاق السلام بين الخرطوم وتل أبيب بالمجلس الانتقالي بالبرلمان السوداني الذي لم يشكل حتى الآن بل ولماذا لم يشكل حتى لم يشكل البرلمان حتى الآن لأن هناك غضايا متعلقة بإجراءات خاصة باتفاقية السلام التي تم توقعها في جبا مؤخرا فالآن يجري مواءمة هذه الاتفاقية مع الوثيقة الدستورية وكذلك كانت هناك بعض الخلافات بين الحضن السياسية قوى الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلحة التي عادت للقرطوم بشأن المحاصصة داخل البرلمان ولكن هذه الآن تم تجاوزها إذا الآن هناك أرضية يمكن من خلالها أن نفاذ إلى قضية تشكيل البرلمان بسلاسة وسهولة ليس هناك أي موانع تغيف أمام هذا التشكيل مدام أن هناك اتفاقات بين القوى السياسية المختلفة الحالية المسألة الأخرى المتعلقة بالبرلمان أيضا يعني واضح أنه كانت في الفترات الماضية كان يمكن اتخاذ بعض القرارات ذات الأهمية من خلال الاجتماعات المشتركة بين المجلس السيادي وبين الجهاز التنفيذي وهذا كان يعتبر بموجب الوثيقة الدستورية هو البرلمان ولكن الآن هناك غضايا أخرى ذات أهمية هي على المحق منها ملف التطبيع بإسرائيل ولعل هذا هو ما استدعى قوى الحرية والتغيير بأن تقول أن الحكومة الانتقالية هير مخولة باتخاذ مثل هذا القرار وربما نتيجة تكاثف الضغوط جعلت رئيس مجلس المزراء عبدالله حمدوك يقول أنه لا بد من إجازة هذا القرار من مؤسسة تشريعية ويعني بذلك البرلمان ولكن لنتحدث صراحة سيد عبدالعزيز ما هو معلوم الآن في الأوساط السياسية السودانية والأوساط غير السياسية كذلك أنه لا ربما تباعد ما بين الملفين أن الأمر هو واحد ما يتعلق بإزالة اسم السودان من لوائح الإرهاب الأمريكية واتفاق السلام مع إسرائيل وبالتأكيد هذا لم يكن شرطا بالنسبة لي الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الطبع وإن كانت هناك ضغوط كما ألمح بن بيو في خطابه الأخير تكاسفت على السودان بأن هلالك مصلحة ستتحقق إذا وفق السودان على التطبيع مع إسرائيل ولكن هذه الخطوة لم تبدأ اليوم هي بدأت بلقاء بلقاء السيد الرئيسي السيادة البرهان مريتانياه في عين تيبي وثلاثة خطوات أخرى غام بها في إطار التفاوض مع الأمارات بحضور أمريكان أيضا وإسرائيليين بشأن التقارب فيما يتعلق باتفاق سلام التفاوض صفقة القرن إذا وفق سلام العرب وبعد ذلك أصبحت الآن الأمور هي واضحة بالأمس كان هناك زيارة لوفد إبريكي إسرائيلي إلى الخرطوم ليبحث آخر لمسات حول ذلك وكل الصحافة الإسرائيلية تشير بوضوح بأن ساعة التطبيع قدنت مع السودان فهذا يؤكد أن هناك بالفعل خطوات حسيسة تسير في هذا الجانب ولعل أيضا زيارة وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو من تل أبيب إلى الخرطوم مباشرة تعني أن هناك اعتراف بتتشين المجال الجوي بين الخرطوم وبين تل أبيب وهذا يعني أن هذه واحدة من محصلات وثمار لغاء نتنياهو بالبرهان وماذا عن المخاوف الآن من أن هذه الخطوة بحسب المصادر قد تؤدي إلى إفساد التوازن ما بين الجيش والمدنيين وقد تتعرض حتى الحكومة الانتقالية للخطر هذا ما كنت أود الأشارة إليه تفضل قاء الحاضن السياسي قوة الحرية والتغيير كانت قد طلبت من رئيس ميليس الموزراء عبدالله حمدوك بأن يبلغ وزير الخارجي الأمريكي بومبيو لدى زيارته للقرطوم مؤخرا بأن هذه القضية ليست مسؤولية حكومة الفترة الانتقالية الحالية أو أنها غير مخولة بمجرد صلاحياتها بذلك وهذا القضية من الينبغي أن تطلع بها حكومة منتخبة وهذا ما جعل الجهاز التنفيذي يتبنى موقفا يكاد يكون في شكله مقايرا من الموقف الخاص بالمجلس السيادي الذي يتزعمه البرهان والذي يسير خطوات حثيثة نحو التطبيع الآن هناك معارضة واضحة من بعض القوى السياسية ذات الأسر الكبير بالأمس الإمام الصادق المهدي كان قد أصدر بيانا وقال في هذا البيان أنه سيقاضي حتى الحكومة إذا اتخذت مثل هذا القرار وربما ينسعب أيضا من تحالف قوى الحرية التغيير الحزب الشميعي لديه موقفا مماثلا الأحزاب القومية العربية ولكن في المقابل هناك أيضا صدى واسع وتأييد لمجموعات كبيرة بمتعلق بالتطبيع لأن هناك كثير من السودانين يرون الآن أن غضية التطبيع مهمة باعتبار أنها أصبحت جزء من المصالح المرتبطة بين عاشة الاقتصاد السوداني إذن الآن هذه المصالحة أصبحت واقعا ويدور حوله حوار واسع ولا تستطيع أن تقول أي الفستان يستطيع أن ينتصر ولكن واضح أن القلب الأكبر باتت بالنسبة للتيارة الذي أصبح يدعم التطبيع من الخرطوم رئيس وتحرير صحيفة الجريدة سيد أشرف عبد العزيز شكرا لك سيد عبد العزيز على الإضاحات التي تفضلت بها شكرا اجتمع رئيس اليمني عبد رب منصور هادي في مقر إقامته بالرياض برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في ثاني لقاء علني بينهما منذ توقيع الاتفاق الرياض المصادر رجحت أن يعلن عن الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل مؤكدة على أن لقاء هادي والزبيدي كان إيجابيا وجرى خلاله مناقشة مستجدات اتفاق الرياض ووضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة إذن مشاهدين للحديث تفصيلاً حول الاجتماع الرئاسي بين الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي معنا في السيديو زميلة ميس الحربي مساء الخير ميس الحمد بكي معنا في هذه النشرة ولأول مرة اجتماع ما بين الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي ما هي التفاصيل التي تحصلت عليها حول ذلك ميس؟ تسبح بالفعل الرئيس عبد الرب منصور هادي اجتماع في مقر إقامته برياض بالرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي مصادرنا في الرياض أكدت أن اللقاء كان انفرادياً ومحوروا اتفاق الرياض وكان إيجابياً جداً توافق هادي وزبيدي خلاله على جملة من الإجراءات خلال الأربعين دقيقة التي استغرقها الاجتماع وبالتوقيت الاجتماع كان في الساعة السابعة والنص بتوقيت السعودية وانتهى الثامنة والخمسة عشر دقيقة مصدر للحدث أكد على أن الأسبوع المقبل سيتم تنفيذ الشق العسكري من خلال إخراج القوات العسكرية من عدن وفصل القوات في أبيان إلى الجبهات تمهيداً لإصدار قرار الحكومة الجديدة الأسبوع القادم على أكثر تقدير خاصة وأنها ستتزامن مع تنفيذ الانسحابات العسكرية والأمنية وأيضاً تهيئة الأجواء الإيجابية طبعاً لعودة الحكومة الجديدة إلى عدن تسابيح وهناك أزمة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة ميس لقرابة العام بعد أيام سيكمل اتفاق الرياض عامه الأول هل نتوقع الآن الإعلان عن الحكومة الجديدة؟ تسابيح أهم ما جاء بعد هذا اللقاء أنه هو حلحل أزمة تشكيل حكومة طبعاً هذه الحكومة الآن قاعدين في لقاءات بالرياض استقرقة عام هذا بعد أيام طبعاً راح يكون الذكرى الأولى لتنفيذ اتفاق الرياض اللي هو طبعاً يوقع بين الشرعية والانتقالي يوقع في الخامس من نوفمبر 2019 هذا الاتفاق يركز على شراكة فاعلة إلى توحد الجبهة الداخلية المناوئة طبعاً للميليشيات الحوثية وأيضاً تسهل عودة الحكومة إلى عدن لممارسة نشاطها والتي يرأسها ترأس هذه الحكومة معين عبد الملك وهو منخرط في المرحلة الحالية مع قادة المكونات السياسية اليمنية بخصوص تسمية رئيس أو تسمية الوزراء من كفاءات وطنية تخدم اليمنيين بما يضمن إعلان الحكومة وانتقالها إلى عدن لمباشرة المهام وأيضاً تطبيع الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية وتوفير الخدمات في المناطق المحررة تسابيح شكراً لك ميس على كل هذه التفاصيل شكراً أفدت مصادر مطلعة على قضية منفذ عملية قتل مدرس ذبحاً الجمعة الماضية في فرنسا بأنه كان على اتصال بأحد عناصر داعش في سوريا وقالت المصادر آخر ما توصل إليه المحققون أن هناك إشارات في رسائل المتبادلة بين الجاني والداعشي الذي يتحدث اللغة الروسية مما يعني أن العملية الإرهابية كانت مسيرة من الخارج ولم تحدد المصادر بعد هوية المشتبه به في سوريا من جانبها أفدت صحيفة لوباريزيان بأن الشخص الذي اتصل به الجاني موجود في إدلب آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية التي اطلعت على نص الرسائل الصوتية فإن الجاني أكد في رسالته أنه يتحضر للموت هذا وكشف رئيس وزراء فرنسا بعد اجتماع مجلس الدفاع توقيف 27 مجتمهاً بهم وأن العمل على تفكيك شبكات وجمعيات في إطار مكافحة الإرهاب مستمر في تطورات جائحة كورونا أجازت هيئة الغذاء ودواء الأمريكية استخدام عقار رمدسفير لعلاج مرضى فيروس كورونا والعقار المضاد للفيروسات تمت مراجعته مع عقارات أخرى في دراسة واسعة نقاط أظهرت مشاهدين دراسة أن لقاح فيروس كورونا الذي يتم تطويره في جامعة أكسفورد يتبع بدقة تعليمات الجينية المبرمجة فيه من قبل مطوره لإثارة استجابة منعية قوية وعلى عكس اللقاحات التقليدية التي تستخدم فيروس ضعيفاً أو كميات صغيرة منه فإن لقاح أكسفورد يجعل الجسم جزءاً من الفيروس نفسه وتعني أن الجهاز المناعي للشخص يكون مستعداً لتعرف على المرض ومكافحته دون أن يمرض دائماً مشاهدين المزيد من الأخبار تجدونها على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل معها وزر الموقع الإلكتروني الحداث دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة